مرحبا مواصلين معكم فيهيكم معاك على إكس بخاسة فام وحديثنا نفكروكم حول الدور الاجتماعي للدولة التونسية وما يظهر على الأقل في مشروع قانون الملايو الميزانية سنة 2025 من هذا الدور ما الذي يوحي به هذا القانون إضافة إلى قلنا ورزيب البشبدي نبيه من بكر اللي هو خطاب رئيس الجمهورية خلال تنصيبه كرئيس للجمهورية التونسية معنا نفكروكم وستشار في المجال التنموية لأستاذ حسين الرحيلي وقلنا يمكن جزء مهم جدا بش نحكيه عليه وستاذ حسين اللي هو شنو نتاج ولا متاع السياسات المعتمدة بش نفكر الناس اللي مزالكي خلطت علينا كنت تحكي قبيلة قلت لليوم نحكيه على مشروع قانون ملايو موجه لفئة معينة نحكيه على ذوي الإحتياجات الخاصة والمعوقين نحكيه على العاملات الفلاحيات نحكيه على الفئات هشة جدا في المجتمع التونسي وكأنه خلقنا مشروع قانون ملايو وميزانية ليهم هما فقط قلت قبليك ملاحظة مهمة جدا نحب نربطها بالسؤال هذي شنو قتنجم تكون النتيجة متاع توجه من هذا النوع وقبل هذي بش نرجع القلب المشروع قانون المالية وين الحديث حاول تعرف نقاش لي صار الأسبوع لي فات بشكل كبير حاول الترفيع في الضغط ال جي باي بشكل عام الضريبة على الدخل شفنا بالنسبة للمؤسسات خلقنا حتى ديبال يجدد معنا تولين نحكيه على نسبة جديدة اللي هي 40% وكأنها براند اليوم ولاية 40% خطر كل شيء ولا فيها 40% دوك التساؤل اليوم هو هل أنه فعلا أنه سياسة هكا تقول أو توجه المعلن هكا يقول أنه الترفيع على الفئات هذية بش يمكن الفئات الأخرى من أنها تعرف العدالة الاجتماعية ستمكننا من الوصول إلى العدالة الاجتماعية فلوس هذا بش تمشي لهذا غير المؤوز زيادة في هذا بش تمشي لهذا بشكل مبسط جدا هل فعلا هذا ما سيحدث هو هذا ما سيحدث هو هذا الذي نقراه في الفصول أي لكن العدالة الاجتماعية بمفهومها العام والمجرد والغير إيديولوجي هو توفير الفرص لكل الناس مهما كان مشاربهم عائلاتهم أسماهم ألقابهم كذا للولوج إلى العمل إلى خلق الثروة هذه العدالة أنا نعطيك الدولة توفر الفرص إيه كتاب للناس الكل وليتنافس الناس في إنتاج الثروة والاستفادة لكن بمنطق أني adelante أهي اهي 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 فئة معينة على ظهر فئة أخرى وكأني كل من قراء وكل من ابناث ثروة وكل من خدم على الادخ يلزمني نعحمنه أنا نقول العدالة الجبائية صحيح على جد ما تصور ثم عملية سعودية لكن ثم حدود وثم ما قولة فرنسية تقول اليوم عندما تكثف الضغط الجبائي على طبقات معينة فأنه اليوم السيستام يلسفونتر وحنا أولا تغيير النظام الضريبي على فكرة نحنا نطلقنا ونخرجنا من 5 باليال 6 باليال بالنسبة للدخل نحنا قبل الـ 86 كان عنا 18 باليال وكانت عنا تقريبا نوصله لـ 68% وما كانش محسوسة لأني كانت ما كانش نوع من نوع من 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 شماته في فئة معينة الحسابة فيئة معينة لا كان جرادويل وكان توصل لـ 80 ألف دينار عام 86 و84 معناها توقع قرابة 500 ألف دينار 600 ألف دينار اليوم كي نلقى أنا نرجع نشوف من الجدول الضريبة 2017 إلى 2025 أن الفئة من 20 ألف فما فوق بش يتسلط عليها ضغط جباق جديد اللي هي شكون هي الشريحة الوسطى والعليا للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى كل ما تقلصت كل ما كان عندها نعكسات خطيرة على مستوى الدورة الاقتصادية ليش؟ لأن الطبقة الوسطى هي محرك الاستهلاك هي محرك النمو بالعربية وبالتالي هي شكل من أشكال أو مظهر من تمظهورات التنمية في البلاد إذا كان هذه توقع الضغط عليها راو تتقلص كي تتقلص هي يصير إنكماش على مستوى الطلب وينجم الاقتصاد يدخل في دورات إنكماش متسالعة ونحن في وضعية اقتصادية راونا مش مشنا مريحة معناها معناها هذك علاش اليوم راهو انعكسات الجدول هذا باش تكون شوية خطيرة توقخ خلق دي بالي جد والترفيع في النسب أنا نقول راهو خلق توسيع لبالي لنحن عملناهم لإن حينا 18 ورجعنا للخمس علاش تحت ضغط البرنامج الإصلاح لهاي كلا فمي اليوم احنا ماو نحبو نحكو أسيادة الوطنية نرجع نقيمه بلا ربعة وثمانين ها 18 مقالية كفاش كانوا وكانوا فعلا يعطوا تصور للعدالة الجبائية التصعودية وما فيهاش حيف ما فيهاش شماتة في اللي عنده يخلص بثلاثة ملايين راهو عنده الفلوس راهو اللي يخلص بثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ونص بروت راهو شبه في الأخر يوصلوه زيزو ملايين ونص وعلى ذكرة راني سمعت برشة معناها بعض الخبراء في الإذاعات يحكو على الطرنش وثلاثة راني نحكو على البروت ما نحكوش عن نات وراو الضريبة يعنيها على الدخل تتعمل على البروت بعد ما نحو الشارج الشارج سوسيال الشارج سوسيال تقريبا من الصالير بروت تقريبا نحو 10-12% عنده 9.2 بلوس 2.75 و 1% نحو هكو 10-12% الباقي لكل هذك هو الخاذ على الضريبة إذن اليوم هالسيد اللي توصلو دينا الفين وخمسمية راهو بالعبارة أخرى البروت نتعوه 3700 3700 كي نضربوهم في الـ 12 نلقو الناس الكل فوق العشرين ألف من العشرين ألف ونت طالع نتصور أنه حتى للعشرين تقريبا من ستة وعشرين خمسة وعشرين في المائة ولكن من العشرين لثلاثين ثلاثين في المائة هذو ما اللي قبلش كان تقريب كان 26 يندمجوا في 26 إذن هاك الشريحة الوسطى والشريحة العليا للطبقة الوسطى معلم عنده 10-15 سنان أستاذ عنده 10 سنين مهندز إطار سامي في الدولة طبيب محامي مهندز كل أصحاب المهنة الحرة هذو ما يلقوا وحن وهذو ما هم الشريان المحدد خانمش نكون صورة أوضح نحكيه على إمكانيات ونرقى أجره تدنى نعم ما تبش يجيء خرشان أقل من الفلوس اللي كانت جيء نعم لأنه بش يخرج من بليه لبليه معناها كان 26 بش يولي له 28 28 بش يوليه لثلاثين واللي كان معناها 28 نجم يوصل 33 وهنا كنا نجمه نعملو 50 70 كنا نجمه نعمل نوسعو وهكاكا نمشو في العدالة لأنه عنا برشة ناس يخلص 25 ألف دينار في الشر هو واللي يخلص 4000 دينار في الشر هو كيف يخضع النفس يخضع النفس الضريبة معناها وهذا هو ما يعبر عنه بالله عدالة جبائية وعندما تضغط أنت على الناس العياشة بل عبارة نعميشو أنا أبدأ ما أخذ قرد يقصوا عليه في مليون ونص ولا مليون بشي شريدار من غير ما نحكو توا على الإجراءات الأخرى نتعى الترفيع في سعر الترفيع في التيفياء بالنسبة للمساكن وفي تناقض أخر أني نعطيك قرد تمويل بـ 2% ونزيد 7% تيفياء من 13 لـ 19 نزيدك 6% على مستوى السعر للوعد معه التيمام مرتفع جدا اليوم جيل كامل معناها شبه حلم المسكن بالإجراءات هذه شبه اندثر ومهما كانت واذاك عليش قلت لك أنا النوع من نرجع للشركات هنا قبل حتى ما تمشي للشركات مستش ملاحظة أخيرة على وزيادة في عدد وها المنظومة الجديدة تقول أنت تعتبرها عودة إلى الوراء على الأقل قبل تقول أنت في السمينات كانت فامة رؤية ومفهوم عليش فامة رؤية واضحة تقول أنت ما فاماش الرؤية هذه فامة وجهة نظر وماذا بيتعلق عليها تعتبر أنه المنظومة الجديدة هذه هي تستقصد بالأساس القطاع الخاص لأنه أغلب الناس يتخدم في القطاع العام كنا كيو على الأغلبية ما همش في ما يعني همش التصنيف أو ما يصلوش غير الموم مش تبدل حاجة كبيرة شريحة عشرة بالمئة ولا معنا مش تبدل حاجة كبيرة منهم هم لكن اللي بيش يتذروا بشكل كبير هم موظفي موظف في نهاية المطاب موظف القطاع الخاص أنا يقول لك أنا موظفي القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص شي يمثلو يمثلو ثلثي راو القطاع الخاص راهو يشغل في أكثر من 2.3 مليون عامل من عمال ومن إطارات ومن إطارات عليا ومن مهندسين هالقطاع عذاية مجزية للناس اللي قاعدين يخدموا مثنيا هذا رو حتى 10-15% من إطارات العليا نتعى الوظيفة العمومية بش مشي لهم المظرة هذيرة باعتبار أني نعرف أنا خاصة في المنشآت والمؤسسات العمومية رو مش كما قطاع الوظيفة العمومية إذن اليوم رو فما ديب بالية نتعى أجور نتعى نتعى بريد توصل ثلاثة ونص وثلاثة وثمانية وتوصل حتى أربعة في المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة في القطاعات معنا كما قاطع الاتصالات كما قطاع الطاقة كما قطاع الاسمند كما برشا قطاعات معناها توصل فيها الأجور بذوية اللي عندهم خصوصية معناها توصل فيها الأجور كبيرة إذا كان في الوظيفة العمومية ميفوت 700-800 دينار فأنه في مؤسسات عمومية لسالير دوباج يصلوا حتى زوز ونص وثمانية إذن اليوم أنا شو نقول نقول راهو التعويل على أنك تجيب فلوس من الأجراء راهو يمشي يعطي نتائج عكسية على المدى المتوسط راهو يضرب المقدرة الشرائية وبالتالي يضرب الطلب الداخلي كي يضرب الطلب الداخلي راهو محركات الانتاج الأخرى باش تتضرب بقانيا وباش يحصل نوع من الانكماش ما عنديش باش نتفرها ما عنديش باش ننشي للسيارة ما عنديش القدرة باش ننشي حق حق سكن ما عنديش باش نصرف ما عنديش باش نصرف نولي نقلص هذا الكلو راهو لكون جد قانون مالية فيه رؤية راهو ثم برويكسيون في ثلاثة سنين أش بش يعمل أما مدامه قانون جبائي العمل على تعبئة فلوس لتحقيق جملة من من الشروط لأنه هو شنوه باش نعمل الصندوق بارو شوفونا الفلوس من ايه هذا هو مش أش عنا اش نرجمو نعملو باللي موجود باللاسيات اضافة لحاجة أخرى مخرجناش من من لفورشات كلاسيك متاع الميزانية راه ترونتسنك بورسان من الميزانية ديو ثمانية وعشرين مليار دينار ديو منها واحدة وعشرين مليار دينار ديون داخلية معنا باش نزيدو نشيح السوق وبالتالي باش نشيح السيولة من عند البنوك وبالتالي اكل اخراج التدريجي للبنوك من دورها الاقتصادي ان يتمول الاقتصاد باش تولي يتمول الحكومة مع المواصلة في الدين الخارجي هل هذا يعني تعويل عن الذات هل انه التعويل عن الذات معناها نسبة القروض يتمثل 56% من الموارد الذاتية للدولة هنا الشعارات نهبط للأرقام والأرقام غير محايدة معناها الأرقام الأرقام تعطينا الصحيح نقول اليوم راه ونالك عنا إشكالية كبيرة في الميزانية أولا تصوراتنا الميزانية وراه عندما نوصلوا نرفع الضغط الجبائي إلى حدود القصوى توجه فئات تحتنا رانا ونسؤل سؤال أخرنا العام الجيش فينعمله طبعني نفس السياسة نجم تقول ايه لكن الضغط بش يمش يتواصل راو اللي كان في 26 بش يوصل يولي 30 4% ضغط على الوجور نتعوى العام الجيش بتعمله ومع مساهمة استثنائية ومع زيده خمسة ديناراتي كذا ومع نسبة التضخم وهذا كله بش يكون مع ارتفاع الأسعار إذن وضع عام ما تماش إجراءات أنا حبيت نقرأ إدماج القطاع الموازي بنلقى حتى إجراء الشعار موجود بش نعمل المبادر الذاتي كي جيت اللوج على المبادر الذاتي 10,000 دين شنو المبادر الذاتي هذا قطاع 30-40% من الاقتصاد اقتصاد موازي زدنا حلينانو المشكلة كي نحينا الفصل 16 من قانون الميزانية 2014 معنا اليوم نحينا الخمسة دينار اليوم نتحركوا بالفلوس نقدا ها بوش نجيلك المثال هذي بالذاتي حكيت الخمسة دينار نقدا ومثال مهم بش منستخدم التخونزيسيون خطر بش نحكيوه على الشركات زيدا كنا نحكيوه على الأفراد ودخ نحكيوه على الشركات وانتي كيما برشا ناس أخرين زيدا وبرشا ملاحظين تفاجئوا من فكرة بناء القرار على أساس رقم المعاملات وليه حاجة ما هيش معمول بها على الأقل على حد علمنا معناتها حد علمنا متواضع هذي كيف شفتوا معناتها تعاطي مع المؤسسات نفكروا لي كيف كيف طلعنا في البالي كيف كيف فما وجهة نظار تعتبر انه راو الزيادة خطبش نفسروا من الجهتين الجهة الرسمية اللي تعتبر ديما نشوف وجهة نظار زيدا المقابلة الجهة الرسمية الدولة تونسية تعتبر أنه التوجهة مع تتبني هذا المنهج هو الهدف منه هو كيما قلنا في البداية أخذ الفائض من هذا وإعطاؤه للأضعف أو للأقل قدرة على التأقلم في البلاد نحكيه على الفئات المهامشة أو الطبقات الضعيفة تستخع دوقو خلق نوع من التوازن انت تعتبره دايما عنده حتى علاقة بالعدلة الاجتماعية قبليك في التعريف متاعك ووضع تقول مش هذا فهوم العدلة الاجتماعية شنوه تعليقك على تبني السياسة هذية بالنسبة للمؤسسات بالله خليني نزيد نرجع العدلة الاجتماعية هو أنه كلنا لنفس الفرص باش نخدمه وكل واحد يساهم في المال العام بجزء حسب دخله وحسب ثروته هذا وبالتالي الفلوس هذيك الكل من العام للفلاحية اللي تساهم بـ 2% ضريبة للسيد اللي عنده 40% على النفوغ 50 ألف دينار يتحطوا في المال العام المال العام باش يمشي يعمل بناة تحتية في الصحة في التعليم في الطرقات في إطار العيش في الماء في التطهية في كذا يخلي المواطنين الكل بنفس الفلوس هذيك عندهم نفس نفس التمتع بالخدمات خلينا نخو مثال حي مع أنت أنت تحكي فيه وتعريف واضح وصريح نخو مثال حي مثلا فما بعض الدول كما ألمانيا بعض اللي كيتمشي في بعض المقاطعات خط نظام فدرالي تلقى حتى الخدمات سوين كالخدمات الصحية ولا خدمات الأسرية كما الروزات مثلا ولا غيره كيتمشي السداد متاعك متاع أخر الشهر حسب المدخول متاعك مهوش 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 وهذاك هو اليوم رأي الدول الديمقراطية الاجتماعية كما الدول السكندينفية اللي محقق أكبر نسب في المؤشرات التنمية البشرية هي وضعت القواعد العامة أنه كل حسب قدرته كل حسب حاجته أن الدولة معناها ناس الكل توفرها نفس الفرص ناس اللي تخدم تساهم كل من موقعه وكل حسب مجهوده في ميزانية الدولة والدولة لها الأوليات باش تخلق معناها الفضاء الخدمات العمومية تكون على نفس المستوى للكل للعامل للمهندس للطبيب للمحامي يمشوا للمستشفى العمومي يلقوا نفس الخدمة يركبوا في التراني يلقوا نفس الخدمة هيا ما دولة توصيل يوم تقول لكنا ما عنديش الامكانيات باش نعمل هذي هذي يجيب الوقت مش توضي على المدد التعليم لا واضحة هنا يجيب الوقت تواب شليخوا من عند اللي عندوا أكثر فلوس لأ هناش نعملوا هنا كما عملوا مع الشركات نحنا نقصين فلوس وباش نمولوا باش نيزونا نعمل في عوض نعملوا ضريبة على المربيح اللي هو القاعدة الأساسية في العالم لكل الشركات نعملوا على الشفر دفير رنوا خمستاش في المياه على مليون دينار شفر دفير مش كيما خمستاش في المياه على ميتين ألف دينار مربيح واضحة العملية اذن الهدف أنه ماذبية أكثر ما يمكن من الجباية ولكن مش مهم الطريق لكن شنو نعكسات هذا شو تنجدكو نتيجته بضبط نتيجته شنو نتيجته حاشتين إما أنه باش يحصل في البروديكسيون باش ما نوصلوش وخاصة تنكي نرجعو ونشوفو القانون الجباية اللي قاعد يتناقش عشرة بالمئة على المؤسسات اللي تعنى بالطفولة وتعنى بالمعاقين وتعنى باباباباباباباباباباب الخمستاش عشرين خمسة وعشرين المعنية برقب المعاملات يشملوا تقريبا ثمانين في المئة من نسيج الاقتصاد والبقية نتعى خمسة وثلاثين في المئة شركات الاتصال ونسيحات الكبرى والاخرين أربعين في المئة نوع بالنسبة الملايين معناها أنك تعمل أنا أصل استغربت على الشركات الاتصال موصلوش أربعي راوكي تعمل شركة تزيد خمسة بالمئة لشركات الاتصال الثلاثة الموجودة والأربعة راهم ينجموا يجيبوه لك قد ثلاثمائة ألف موظف انت باش تخرجهم من طليفان سيستحولهم للترونت عسبيا وراوكي البنوك تعمل لهم أربعين بالمئة معاه ثمانية بالمئة حسب الأرتيك الأربعة مية واثناش ومعه ثنين المساهمة اللي استثنائية للسناديق البنوك في الأخر باش يلقوا رواحهم يدفعوا في خمسين في المئة هل هيدا منطقي اليوم؟ وليس ها منطقي وش بش يعمل قل فلوش نخدم هنا معناتنا وش بش يعمل البنكر مو بش يزيد في الفرين تعليزا جيو على شكون في الأخر لما الصناعي اللي بش أنت تضغط عليه على رقم المعاملات بش يضغط على شنوه هو على منتوج لكن حليت سبعين مجال باش اكتنين في المئة يتحولولو لعجز بستة وسبعة في المئة وعشرة في المئة لك هدية انت قاعد تقول انه سيحدث تراجع كبير في المقدرة الشرائية للمواطنة التوصية هذا هو لأنه لأنه اللي عمل الميزانية تقريبا شاف كان اش بش يجيب فلوس اما الانعكاسات على المكرو ايكونومي ما شاف هاش وذك علاش اليوم عندما يتراجع انتاج الشركات خاصة انا ماذا بيا ما نفوتش خمسة واحد مليون دينار باش ما نمشيش ملكان زولي ما هذا هو باش ولي تحسبها هكا معت هاليوم باش ولي تحسبها هكا هوم باش يبدو يحسبوا هكا باش يكونوا مضطرين باش يحسبوا بالطريقة هذي وخاصة اذا كان نحنا نجيبه في ثمانين في المئة وخمسة وثمانين في المئة على اقل في النسيج الصناعي مواد اولي وشبه مصنعة منبرة والاسعار ذيك مرتبطة بطبيعة عملتنا معنى اليوم انت تخطط مخطط تلقى ان العملة انتاعك طاحت اللي كانت في المئة الف تجيب لك كيلو باش تولي تجيب لك رطل باش تولي بمئة يزمك مئةين الف باش تجيب كيلو في الاخ هذي الكل اراوي رقم المعاملات ما يعطيكش ربحية الشركة اراوي نجم يكون ثمانين في المئة من رقم المعاملات هي مصاريف اذا يوالله انا اعتبرتها بزار تقريب نأمل اني ما نكونوش الدولة الوحيدة ولكن حسب علمي الدولة الوحيدة اللي تحدد الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات حاشتين انتش قلت هذي اول نتاج سلبي بشيكون هو انه بشيحد من المقدار الشرائية المواطنطوسي ومن مستوى الحياة متاعه بشكل عام وبالتالي هذي فيه ضرب للأساس اللي تعمل عليه او تبنيت عليها ما شو قاله ما لاتبني علي لكن الحاجة الثانية وكنت تعرشت عليها قبلها شوية قلت انه قبل الأخبار مباشرة كنت قلت انه رو فما نقطة أخرى زادة لازم نردوا بيننا منها هي انه المؤسسات اللي تخدم في إطار قانوني ومنظم رايت نجم تولي تخدم في إطار غير منظم شو معنتها زي معنتها اذا كان انا نشوف احكا الموصيد صناعية راكو كبرى معنتها اليوم الموصيد صناعية اذا كان هي تلقى روحها ملزمة باش تطبق الاتفاقيات وتطبق العقود وتطبق الشارج باترونال ولكن في المقابل ألاف مؤلفة أو مئات الشركات انتع في الفلاحة والعقارات والإقطاعيين والمستثمرين الفلاحيين معناها هذوم يتخلوا على دورهم في العقود يتخلوا على دورهم في العمالة معناها دورهم توجه عمالهم خطيين النقل معناها تاخذوا انشارج الدولة التغطية الصحية والاجتماعية الدولة ليش بش يقول بش يولي حتى هو يلعب في النوار لأنه هذا هو راهو انت تشرع مرات تجي تحل المشكلة انية طيبة أنا راني معاك وضعية العاملات الفلاحيات تتسوى لكن طبقا للقانون وما نحملوش يلزم نحملوا الناس مسؤولياتها بشكل مباشر راهو الشخص اللي عنده مئة هكتار وعنده أربعالاف وخمسالاف زيتونة وعنده عشرين وثلاثين بيوت مكيفة ويخدم في خمسين امرأة نرمال مون نلزموه وعنده التفاقديات في الجهات اليوم ما تحكيت عن تفاقديات اليوم فما شكون يقول لك لا المنظومة الفلاحية أو المجال والقطاع الفلاحي ما عندوش نفس الهيكلة والنظام بتاع القطاع الصناعي في تونس وبالتالي غير قادرين الناس اللي تحكي عليهم لو ما الصناعيين انهم يخرجوا من منظومة هذين ما ينجموش والاخرين بنفس الشي الدولة غير قادرة على التحكم ويكون عنا الارادة واضحة والرؤية واضحة وانه نحقوا فعلا العدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وكل من يعمل او يشغل ناس يتحمل مسؤوليتهم اليوم رانا نمشوا في الاتجاه الصحيح لتنظيم العلاقات الشغلية اما وقت لنولوا بالمكيالين رانا نفتحوا المجال انه كل واحد يولي بش يخدم بالمكيالين وهذا علاش نأمل ان الدولة ما تكونش هي تبدأ بالمكيالين الدولة تشجع على رو عندما نحنا نقولوا لا للتهرب الجبائي ونخلق قوانين تدفعني للتهرب وإلا بش نولي ننتج الشركات كيتوصل للسعي نتعامل اليوم دي دينار تولي نونفاكتوري وانه هم دي الغاء الفصل الستاش ونولي نتعامل بالنقد اكثر من خمسة الاف دينار شفت الموضوع بش يوصلنا باليوم نحنا وكأنه نحلوا في ديبراش الشعار ضد التهرب ولكن نحلوا في ديبراش بش نفتحوا مجالات ليش لأنه هنا قلت لك عقلية أنا عندي حاجة ملجيت لهاش تمويل بش نجيب لها تمويل نحنا بش نرجع نحكيه على التمويل لما تمويل صندوق البطالة بعض لحظات ونختم بيهوة بعض فلاش بوخس مباشرة بزينا نوصلين معكم في على اكس بخسافة وضيفنا نفكركم المستشار في مجال التنمية الأستاذ حسين الرحيلي وحديثنا حول ما ورد بمشروع قانون ملايو الميزاني لسنة 2025 تقريبا حكينا على العديد من النقاط وقلنا نختمه بصندوق تحكيه عليه برشة اللي هو صندوق البطالة هو مشروع قديم لحقيقة ما هوش جديد تذكار لي أكثر من مرة ويظهر بشكل واضح وصريح المرة هذية في مشروع قانون المالية والميزانية مبدأ أي ساعة حتى في البداية أعلنت على وجهة نظرك قلت محمود المشروع هذية هو شيء جيد معناتها أنه يكون موجود لكن يقعد من بعد السؤال هو في عملية التمويل هو منصوص كيف سيتم التمويل متاعه المشروع خدمة اللي يخدمه يعاون الجمع لطرده من العمل لأسباب اقتصادية بنلخصها مع ملحة بأولا هو صندوق مش صندوق بطالة باعتبار أنه كان يخرج صندوق بطالة بش يولي يتمتع به كل من تقدم معناها واضحا شركة بش تسكر الشركة فلسط تأخرنا برشة في السياسة الميزة نيفو وذي التأهيل انتع القطاعات اللي كانت بش تفتح إلى المنافسة الخارجية كما قطاع النسيج كما قطاع الجلد برشة قطاعات تضروا من الانفتاح هذية وبالتالي ما كانش عندهم القدرة بش يواكبوا أو بش ينجموا يريزيستوا للمنافسة الكبيرة ففقدت ألاف مواطن شغل والألاف هذية نحن التوى نعانوا في الإشكاليات هذية وأصحابها التوى يعانوا ثم اللي توفى ثم اللي يام إذن المشروع مهم جدا مشروع صندوق التأمين لفاقدي الشغل معناها مهم جدا لكن دائما هلأ هالدور هذية ما نقولنا كالصناديق لكل هذية تطلب أفو أموال في ظل وضع مالي للمالية العمومية ضعيف معه ضغط جبائي لكل الناس تقريب الأجراء اللي يخدموا في القطاع في المهن الحرة والشركات معناها الميزانية حطتهم سيبل هاليوم هالناس هذي ما زالت قادرة باش تمول سناديق نعطيك تمويل السناديق خمسة مليون دينار من من الميزانية العامة للدولة ثم سفر خمسة بالمياه من المؤجر والأجير في القطاع الخاص علش أو في الناس اللي يخضعوا للنظام الصندوق الوطني لضمن الاجتماع معناها ما يشملش الأجراء نتع القطاع العام أو الوظيفة العمومية إذن التمويل رأسا القطاع الخاص أنه الترفيع في الجباية رأسا ماشي للقطاع لأعوان وعمال وإطارات ومهندسية القطاع الخاص ثمانين في المياه منه والإجراء أنت صندوق التأمين على فقدان الشغل لأسباب اقتصادية نفس المبدأ أيضا إكسكليزيفمون للمنخرطين في صندوق الوطني الضمال الاجتماعي وبالتالي ثمانين في المياه أو خمسة وثمانين في المياه هم عمال القطاع الخاص باش يتحملوا هم ومؤجريهم 0.5% من الأجر باش يمولوا الصندوق هذين إذن طبعا في ظل أنه الدولة تحب تلعب دورها الاجتماعي لبعض الفئات وفي ظل ضعف المالية العمومية فأنه الدولة ما فكرتش أني تلقى على حلول أخرى على المدى المتوسط والبعيد فأني من 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 نعمل لك شماك منكم حلو مشاكلكم لكن الضغطة ذاية باش يكون كبير برشا العمال معناها باش يتزادهم نسبة ضغط جبائي و0.5 مع مساهمة مساهمة استثنائية بالنسبة للصندوق معاه 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 إذن رأوا إذا كان نحسبوا الضغط الجبائي للتونسية ناخد الشريحة على الأقل الشريحة الوسطى والعليا للطبقة الوسطى قداش موسطة تقريبا سواء كانت موينة نتعب ضريبة 30% نزيدهم 12 13% اجتماعيا معناها مساهمة مساهمة اجتماعية معاه 0.5 بالقطاع الخاص معاه بره معناها نلقى يلقى روحه 43 و44 بالمئة تقريبا لا نحن كنقارنوا اصلا تجاوزنا بارشا الدول اللي كانت تتعاني من الضغط الجبائي ايه وين ماشي شكون اللي في العالم معتاك مش نحكيه بشكل مبسط جدا بالحق تقسم مع الدولة معتاك قريبا في مدخيل لا هذا يا روما تخدم على تشترخ دول مشابهلينة مش دول دول السكوندينفية ولا ألمانيا ولا لأنه العملية مربوطة بالدخل اي لكن لا لا مستويات الدخل بعيدة على بعضها بيانسور وبالتالي نشوفوا دول كيما المغرب المغرب معدل الضغط الجبائي قرابة 31% ناخذوا فرنس 32.8% وواضح وهنا فرنسا معناها كتمشي بال 20.000 من 20.000 30.000 30.000 40 وبل هذوم الكل هم قراب برشة حتى 40 قراب برشة 40.000 بروت أورو والجبائي ما ترتفع تبدأ ترتفع شوي حسها من 40 60 عندهم 60 40 إذن اليوم تقريبا رانا بش نولو في إفريقيا أكثر دول ضغطا جبائيا وهذا شي يعمل را يهرب علينا حتى الطاقات طاقات نتولي تهرب أجر ضعيف ولأنه نعطيكم مثال مهندس في المغرب يخلص تقريبا مرتين ونص ثلاث مرات المهندس التونس ولكن الجبال يدفعها أقل من المهندس التونس المهندس التونس يولي يمشي للمغرب حتى كان ما عندوش فيزا يمشي للمغرب يخدم خير ويكون بليزيف كاس إذن اليوم رويز ما نفكر كي نعمل إجراء شنو انعكساته على أولا على الآن على المدى المتوسط والبعيد وشنو تأثيراته على تندانس تا البلاد جاذبة للاستثمار جاذبة للطاقات وتحبذ الناس تقعد تخدم فيها وإلا لا إطار سامي في تونس أصبح الآن عاجز بش يشري دار ويخلص ونحن نعرف ومعناها كلفة أنا يمكن ما نعرف برش الجديم شوية معناها يقولوا لي 220 و130 ألف دينار كي تاخذوا بنسبة فائدة 11% بداش ترجع بعد 15 عام وبعد 13 عام وشكون ينجم إذن اليوم شوفوا هذه الإشكاليات اللي أنا تمنيت في الميزانية يقع طرحها وأذك عليش اليوم اعتبرت الميزانية بدون تحديد الفرضيات بدون تحديد الصورة وين ماشيين بدون تحديد النسبة النمو الماشيين بالطريقة هذية مؤسسات برقم المعاملات ضغط على الطبقة الوسطى المحرك الأساسي للاستهلاك والضامن معناها الستبيل بشكل عام كل القطاعات الأخرى المربوطة بالاستهلاك مش تضرر اليوم المساكن أظم البعثين العقاريين يعيشوا في إزمة وبش يزيدوا يتعمق الإزمة بعد الزيادة بتسعتاش فنمية أداة على طيما المضاف حالة ركود حالة ركود وحالة الركود شكون يستفيد منها لعدنا نجم نمول الصناديق اللي عملناه ونزيد نعمق إزمة الناس اللي كانوا عايشين وهذا هو اللي نخاف منه ونتمنى أنه تحصل مراجعات كبيرة في البرلمان رغم عنديش أما عندي شك حول هذا ولكن نقول نعمل أنه توقع المراجعة في بعض القضايا على الأقل خلي الناس العامين هذو ما نحن مرينا في سبعة سنوات جفاف كل القطاعات تعاني بعد الكورونا إذن رلونس ما سارش رغم النجموش نزيد نعمق هالوضع الاقتصاد اللي نحبوه ينطلق نعمقه بقانون جبائي بامتياز خلينا فكر مواطع صغير حكمت عن مستوية النمو اللي بالنسبة سنة 2024 البنك العالمي كان حكي على ما قدمك تعرف التوقعات والتصورات بالنسبة للسنة الحالية أو السنة الجاية كيف كيف بالنسبة لتونس كانت توقعات متاعه لسنة 2024 في حدود 1.2% مقابل كانوا بنسبة 2.4% لسنة 2024 داي في أفريل اللي فات دونك اليوم تراجعت بشكل كبير اليوم البنك العالمي حسي نعملو حسابيا في السمستر الاول عملنا 0-2-1 معنا 0-6 في السوداسي الاول باش نعملو المتوقع اللي هذا استحالة تقريب ونعمل اذا كان نعملو 1% بشكل منظم 1% راهو شبه اقتصاد ما يتحركش مع ان يسب تضخم كبير علمنو انه 2025 من المنتظر كيف 2.2% داي حسب التوقعات شكرا لك وستيد حسين نحول السياسات الاجتماعية والرؤية الاجتماعية للدولة التونسية بشكل عام تبعونا مازلنا مواصلين معكم حتى الاربع عام العشية بعد لحظات العالم شو اللي يحكي ما من الغربي في الكونترنسيونال